جوزي جوميز رأيك في ايه؟ أنا شايف الجوميز نجح بشكل كبير جداً معنات زمالك مش كل اللعيبة اللي ممكن طلبها توفرت له الزمالك كان طالع من بداية موسم السنة اللي فاتت لحد يناير الموضع كانت صعبة وشايف الطلب منه بنسبة 80% عمل فوز كونفدرالية فوز بالسوبر الافريقي خسارة الصوبر المصري بس طبعاً بدربات الجزاء وقدم مباراة لا بأسة بيها فزي ما قلتلك في ظل الظروف اللي النادي فيها أنا شايف اللي هو وفي حاجة يمكن عجباني فيه النادي الزمالك ونادي الزمالك طول عمره ليه شكل وليه أداء وليه حاجة بس المدرب ده ليه بصمات تقدر تشوفها في المباراة بشكل كبير صح نادي الزمالك من أفضل السنين أو من أفضل السنوات الأخيرة اللي نص ملعبه من أحسن نص الملعب اللي بيعمل استحواس كويس جداً 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 في الكرة فيه لعبة كتير اتطورت معه حسام عبد المجد اتطور بشكل كبير جداً حمزة المسوس اتطور بشكل كبير جداً ناصر ماهر قده بشكل جاي رجا دي أفضل نسخة على الإطلاق لناصر ماهر طبعاً ناصر ماهر اللعمة لأهليه ولعمة عمودة وسموحة بس دي أفضل نسخة تشوفها الناصر ماهر ما أنا بقولك فهو أنا شايف اللي هو اشتغل في ظروف صعبة الفترة الأخيرة فأنا شايف الناس كانت متصرعة على الحكم عليه وانا قلت الكلام ده لما تيجي تحاسب أي مدرب حاسبه من بداية فترة الاعداد حتى إن كان لو فترة الاعداد اسبوعين أو ثلاثة أسابيع فانت كان عندك الوقت اللي انت تجهز في رئيتك وتعمل صفقات اللي في المتاح عشان كده نادي الزمالك ظهر بشكل كويس في المطشين بتوع من نادي الأعداد جوزي جوميز المفوضة عاده يخلص من نهاية الموسم اللي هيبدأ ده لازم الزمالك يجدد له من دلوقتي ولا تمام لو عايز يمشي يمشي لا لازم يجدد له لازم يجدد له اللي أولا أنت ما تبص على القيمة المادية اللي هو بياخدها شهرية انت مش هتجيب مدرب بالقيمة اللي اه ممكن دلوقتي يطلب أكتر وده حقه اللي هو راجل كسب بطولات لكن انت النهاردة المدربين المتاحين في السوق مش هيبقى الارقام نفس الارقام بتاعت جوزي جوميز نا وعنده ميزة كمان انه بيزبر بيزبر اه بيزبر ممكن يزبر شهر وشهرين وثلاثة مش مدربين اجريين كسب بيزبر مش هتجيب واحد بقى خلاص انت الموسم يوم الجمعة الجاي مش هتجيب بقى واحد لسه يعني يحفظ كنت جبت قبل جدا انت فهم قصدي نا واش بس كده هو كده هو لسه مفضل له موسم بس دايما بتبقى مشكلة عند الزمالك وبعض الأندية لو انت بتسيب الناس لنهاية عقدها فبتيجي تفاوضهم مع نهاية العقد فيقولك لا اسلام عليكم انا ماضيت في حد التالي او يطلب يحط لك حاجات تعجزية لا انت يعني زي محمد بنتك اللي هو المغلف من وقت يا باش خلاص من وقت ما استنىش انا بقى في يناير ومش في الوقت على طول لعيب كويس خلص على طول فيه لكن ما استنىش انت لو استنت كل سنة وانت طيب حبيبي هيكون كله شايف بقى وكله عاجب وكله حينجيله أركام ما تستبعدش تلاقيه في حتة هنا في الورد تاني في حتة فيش عادي ممكن تلاقيه ممكن اي فرق في فرق كتير معي امكانات مادية او عارة او عارة او عارة او عبدالله السعيد وناصر بس ده بالذات اللي هو اول اختباران لي قدام الناجي الاهلي لا انا ما جريء بطريقة غير طبيعية هو مفاجئ للكل لا 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 جريء وبعدين هو متنوع في لعبه يعني مره الجوه مره الجوه مره الجوه قوي كمان وزكي جدا جدا وخفيف يعني الباك اللي بيبقى خفيف ده بيبقى صعب جدا تعمل معي مره جدا ماك اللي بيبقى نرا